أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس لعلال الشباب والرياضة بالجهود المفذولة الواضحة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جاء ذلك خلال استقبال سمو جون تشيبمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية سمو أكد على النجاح الواضح للمعهد واستقطابه للعديد من الشخصيات الهمة في هذا المجال مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه خصوصا في الأمور التي تمر فيها منطقة الشرق الأوسط من ناحيته عرب جون تشيبمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي لدراسات الاستراتيجية عن تقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الاستقبال والإشادة وأكد دور مملكة البحرين في الحفاظ على أمن وأمان الشرق الأوسط ونشر الثقافة الأمنية من خلال المؤتمرات التي تستقطب أكبر عدد من الشخصيات والمهتمين